تستمر لليوم الثالث حملة تطعيم الأطفال ضد مرض شلل الأطفال في غزة والتي بدأت يوم الأحد وتستمر لمدة ثلاثة أيام أفدت منظمة الصحة العالمية بأنها قد تحتاج يوما رابعا لاستكمال عملية التطعيم المزيد من التفاصيل حول حملة التطعيم والجهود المصرية المتواصلة لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة الزميل باسم أبو العنين مرسل التلفزيون المصري ينقلها لنا نعم تحياتي إليكم من محافظة شمال سيناء ومن مدينة العريش حيث المتابعة اليومية لآخر المستجدات على الساحة الفلسطينية خصوصا فيما يتعلق بقطاع غزة حيث لا تزال عملية تطعيم الأطفال ضد مرض شلل الأطفال التابع أو الحملة التي تنظمها الأمم المتحدة عن طريق منظمة الصحة العالمية وبالتعاون مع الأجهزة الصحية الفلسطينية لا تزال مستمرة في يومها الثالثة تلك الحملة التي جاءت بعد ظهور أول حالة من النوع الثاني الفيروس شلل الأطفال وهو الأمر الذي تم القضاء عليه منذ نحو خمس وعشرين سنة وعدل الظهور مرة أخرى وهو ما أثار القلق في فلسطين وفي منظمة الصحة العالمية ذا الخوف من تفشي هذا المرض بين الأطفال في غزة ثالث الأيام يأتي بعد هدنة قصيرة تم الاتفاق عليها مع جيش الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية حماسة لمدة ثلاثة أيام هي هدنة قصيرة طبعا لتخفيف حدة القتال من السادسة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر يوميا وقالت منظمة الصحة العالمية بأن المستهدف من التطعيم الأطفال يتعدى 600 ألف طفل في قطاع غزة وقد يحتاجون إلى يوم رابع لاستكمال حملة التطعيم في قطاع غزة وضمن فترة للتطعيم قد تصل لما دون الأسبوعين في قطاع غزة التي تعتبر ساحة للعمل الإغاثي والإنساني وفق الأمم المتحدة من أصعب الأماكن في العمل الإغاثي على مستوى العالم فيما تستمر عبور الشاحنات إلى قطاع غزة بشكل يومي تزيد قل قليلا حسب الجانب الإسرائيلي عبر معبر كرم أبو سالم حيث يتم عبور ما يشاء من الشاحنات ورفض ما يشاء من الشاحنات الإغاثية التي تعبر يوميا إلى قطاع غزة إليكم